مزير التموين متحدث الرسمي نفتح اتصالات النهاردة مشاء التموين بدأوا النهاردة البطاقات وتسجيل المواطنين على البطاقة التموين لأول مرة من التكلم على الكلام ده بقالنا عشر سنوات ما فيش كان متوقف النهاردة بدأوا تسجيل المواطنين وعلى بطاقات التموين أو على بطاقة التموين ثلاثة أفراد على كل بطاقة الفئات المحددة ولكن خليني أقول لحضراتكم أمان عشان نبقى أمناء زي ما احنا مع حضراتكم الوضع في هو اليوم صعب ما كانتش كويس والدكتور علم صلحي ووزير التموين من فضل حضرتك لأن احنا نزلنا الشارع عشان نشوف الناس نزلنا في الجيزة ونزلنا في الأليوبية مكاتب التموين المكاتب لا تسر المعاملة لا تسر لا تليق وأنا قلت من يومين مع الأستاذ أحمد كمال كان معنا على تليفون لو سمحتوا نبقوا على المسؤولين بتوع التموين إراعوا الناس وحال الناس والناس عايزة أقول لكم طوابير للناس ما صدقت أن الدولة تعمل ده لأن المواطن عايز بيستفيد لأنه ده بعناه فلوس دخلاله بدل ما يشتري لا ده هو فلوس جياله من الدولة فكل الناس النهاردة راحت والمعاملة غير آدمية مر الشكوى مر الشكوى وأرجو من السادة مدير التموين في المحافظات وظيفة سيادتك يا فندم مش المكتب وظيفة سيادتك النهاردة الشارع وظيفتك والله ما تعدى ما لهوش أي لازمة وجود حضرتك في المكتب يا فندم انزل يا فندم قدام الناس دي روح مكتب التموين حضرتك اللي في القرية وفي الناجع وفي المحافظة وفي المركز السيد مدير التموين والسادة مدير التموين في المحافظات انت بتضيعه شغل بيتعمل شغل الدولة بتعمله يضيعه موظف موظف بيهمل حال الناس لا يعرف حقوق الناس مش عايز ينصح الناس حتى مش عايز يقول ده مكسل مكسل ان يقول للمواطن طلباته ايه مش عايز يسمع الست ولا المواطن ولا المواطنة المواطن رايح لك عشان هو مش عارف قل له الورقة المطلوبة واحد دين ثلاثة اربعة ده في مواطن والله مواطن هتسمح لكم بعد شوية بياخد العش بتاعه من الاليوبية وبياخد التموين بتاعه من الهرم طب ده يعني عدل ربنا انا بسافر عشان يجيب العش بتاعي او التموين بتاعي التموين في مكان والعش في مكان التموين في الجيزة والعش في الاليوبية هل ده معقول وراجل يعني اكيد في حالات زي كده مئة مرة ولكن ده بالصدفة من ضمن الناس اللي سجلنا معاهم النهاردة وعايز اقول لكم ما في مواطن سجل معانا النهاردة الا وهزيع كلامه حق الناس علينا حق الناس علينا نزلنا لهم اتكلموا معانا كل اللي قالوه هيتزاعي النهاردة فارجوكوا لو سمحتوا الناس اللي بيشتغلوا في التموين ما تبوزوش واتضيعوا الشغل اللي البلد بتشتغله في ناس لا تستحق المكان اللي هي فيه وانا بقوله على الهوى البلد بتشتغل وبتدفع مليارات عشان يصل الدعم لمستحقين طب مستحقين الوقف النهاردة فيه موظف مالهوش علاقة بالمواطن مالهوش علاقة البلد بتعمل ايه فلو سمحتوا فانا بقوله السادة مديري التموين في المحافظات انزل سيب مكتبك سيب التكييف روح شوف الناس شوف الموظف اللي عندك ده بيعامل الناس ازاي انتوا بتبوزو الشغل بتبوزو اللي بيتعمل في البلد انزل يا سادة المدير المديري التموين يا سايد وكيل وزارة سادة وزير علم صلحي الرجل بيشتغل والله بس الرجل مش يعني عنده مسؤولين يلفزوا اللي بيتعمل انا بقول لكم الدكتور علي بيشتغل وراجل فاهم ودي شغلته وبيعمل شغله كويس ومحترم ولكن عنده شوية موظفين بيضيعوا اللي بيعملوا وبيعملوا رئيس الحكومة واللي بيعملوا الرئيس صلاحة يعني لو احنا بنتكلم صح يعني ده بيضيع اللي بتعملوا الدولة مكتب تموين تسبع بقى المواطنين يقول لك يا بيه قفل في وشينا الباب قفل علي الباب وطردنا درجة الحارة نهاردة خمسة واربعين والناس عرق وزنقة وزحمة طبعا سيبك من مروحة وسيبك انا مش عايز مروحة المواطن عايز انك تقابله كويس وتقول له هيعمل ايه رد عليه رد كويس قابله احنا بيقول لك ايه عندنا في البلد لقيني ولا تغديني استقبلني يعني قابلني كده بش بشوش ومش عايز منك غدا مش عايز منك حاجة انا جاي النهاردة في درجة فعملني كويس يا اخي فارجوكو لو سمحتو السادة التموين ومعانو سيزعبت كمان النهاردة وانا الشغلة هتشافوه لانه كمان وهفتح تليفونات لحضراتكم حلقة النهاردة عشانكم حلقة خدمية كلها اللي عندك مشكلة النهاردة في تموين معانا السيدة احمد كمان النهاردة وعايز اقول لكو ده واحد من الناس اللي كان في البردمج الرئاسي احد خريج البردمج الرئاسي شاب بيتكلم كويس جدا يعرف رده على الناس كويس جدا عجبني يوم ما كان معانا اول مبارح مداخلة طويلة بيرد كويس هو ده احنا عايزين ناس كده عايز انا ناس واحد مسؤول يعرف يتكلم ويعرف يوصل رسالة ويعرف يرد على الناس فارجوكو لو سمحت الاسدزة البهوات على دماغي كل ما عديش مشكلة مع حد على فكرة بس انا مشكلتي المواطن نزل من بيته ودفع فلوس مواصلات عشان ييجي لحضرتك ما تخلوش يروح من الدايق ما تخلوش يروح مكسور الخاطر ده فيه ست وستات كتير جتير جدا يعني تقول لك يا بيه انا ما صدقت انزل من البيت عشان بس اقول له اجيب ايه ورق مش عايز يقول لي طب ارجع طب اعمل ايه اعمل ايه يا جماعة اقولوا للناس اتكلموا مع الناس كويس اعملوهم كويس ارجوكو الناس يعني ما بتصدق ما صدقوا انه تم فتح عشان يسجلوا اولادهم بيقول لك انا عندي ما صدقنا اضيف اتنين هيوفروا علي متين جنيه هيوفروا علي ربعمائة جنيه لان انا احنا واحد على البطاقة معايا اتنين فخلاص احنا هناخد المبلغ متين جنيه فليه ليه بتحرموهم كده فارجوكو لو سمحتوا المعاملة ثم المعاملة في مكاتب التموين ما تضيعوش الشغل السادة المديرين انزلوا لفوا الجهات الرقابية سيد الوزير محمد عرفان بجهدك الكبير مع رجالتك المحترمين شوفوا مكاتب التموين عايزة نفضة نفضة بعد الفاصل